اتخذ شيخ يجنلك الردى ويبين لك أعلام الهدى انت شأت رغم عدوا حاسدا ازدياد العلم إرغام العدى وجمال العلم إصلاح العمل بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة يمكن حنعرف جزء من فصل من كتاب اسمه علم النفس الاجتماعي للجندر وهو الكتاب يعني عايز متبني نظرية الجندر والمسألة بناء اجتماعي وكل حاجة بس في الصورة المتأخرة لهذه النظرية اللي هي الصورة المتأخرة يعني نظرية الجندر في الصورة القديمة كان بتعزو كل شيء إلى البناء الاجتماعي يعني ما فيش حد بيعرف في بص انت رجل أو انت ست بسبب المجتمع ما فيش حاجة يسمها فطرة داخلية أو الكلام ده كله النظرية دي حصل لها تعديلات طبعا لأنها تلقت الكثير من النكسات على مستوى علم النفس الاجتماعي وعلى مستوى علم النفس في مسألة أن هم حنشوف المثال الأمسية لها النهاردة خلتهم يتراجعوا يقللوا شوية من يتراجعوا يقلل شوية من الوثوقية والصورة الحتمية اللي كانوا بيتكلموا فيها قبل كده في مسألة أن البناء الاجتماعي هو المسؤول عن جعل الأولاد أو البنات بهذه الصورة لصالح يعني يحاولوا يخففوا الأمر ويحاولوا يدمجوها بنظرية اللي بتقول آه فيه حاجات واضح إنها فطرية لكن هم وش قادرين يقولوا برضو فطرية بصورة كاملة ايه التجارب أنا كنت دايما أدرب لكم مثال الحاجات دي حصل لها انتكاسات طوال الربع قرن الماضي في النظرية النسوية أكتر من ربع قرن نحن نتكلم من السبعينيات الكلام ده في السبعينيات من أول تمينات لغاية مطلع الألفية أو أول عشر سنين في الألفية كمان حوالي تلاتين سنة من البحوث المستمرة لمحاولة إثبات إن الأمور بتبقى بناء اجتماعي برغم التحييزات الكبيرة جدا لقوا زي ما حنشوف التجارب اللي هي حنشوفها النهاردة اللي هي بتورننا إن لا فيه حاجة أكبر من المجتمع بل المجتمع مضطر يتدخل عشان يخفف من الموضوع إيه اللي إحنا هندرسه النهاردة النهاردة الجزء ده إحنا هنكمع الجزء الفصل الثالث من الكتاب وليه ما أجيب كتاب عن الجندر يعني متبني هذه النظرية وكل الكلام ده والنسوية وكل الكلام ده لأن إحنا أنا بالنسبة لما يبدأ ده الكلام بتاعهم اللي أنا جايبوا من كتبهم الكتب العلمية يبقى ما بعد ذلك بقى إيه بقى يعني أنت خلاص بتثبت كلمك من هناك من كلامهم هم الشخصي وتجربهم هم مش رايح أنت لم تتهم أمدا بالتحيز أنت الموضوع خلص في الأمر الفصل الثالث هي حتتكلم فيها عن مسألة التطور العلاقات ما بين الجنسين إزاي بيحصل لها تطور والكلام ده فحتيجي في الجزء اللي إحنا هنعرضه النهاردة في مسألة الطفولة السؤال اللي إحنا هيدوره على حوالية التجارب بتاعتنا هل فعلا الأولاد والبنات المجتمع هو اللي بيشكلهم بهذه الصورة؟ ده السؤال الفرضية اللي هي كانت قديمة المجتمع هو اللي بيشكل الأولاد والبنات طيب لو قلنا إن لا مش هو بيشكل بصورة كاملة بيتدخل بجزء لكنه لا يشكل بصورة كاملة طيب يبقى حنقول ماشي نقول ما هو لا يشكل بصورة كاملة وهناك جزء فطري تمام طيب الجزء الفطري ده هو الغالب ولا الجزء المجتمعي يعني المجتمع هو اللي دوره أكبر في تشكيل الإنسان من مرحلة الطفولة وتنشئته الاجتماعية على إنه ولد أو بنت ولا الفطرة هي اللي دورها أكبر ومين اللي هو بيغلب لو أنا بيغلب فيهم كمان حاجة تانية لو أنا تدخلت يعني تدخلت أن أنا قاعد أحاول الرد الفعل حيكون شكله عامل إزاي حاجات كتير حيعملوا عليها تجارب وحنشوف التجارب بتاعتنا حتوقدي لإيه تعالي مثلا حتتكلم بتقول أول حاجة من الحاجات اللي بنلاقيها في القواعد بتقول الفصل بناء على النوع أو الجنس والعدائية تداء تجاه الجنس الآخر دول يعتبر الركنين الركنين اللي بيتبنى عليهم العلاقات الطفولة أن الاتنين بيفصلوا بعضهم كل واحد بيفصل الجنسين بيفصلوا عن بعض وبقى فيه ملامح عدائيا بينهم بين بعض فبتقول دي أكثر ملامح بروزا بين النوعين في علاقات مرحلة الطفولة وبسبب الفصل بين النوعين في مرحلة الطفولة وبالتأكيد نتيجة لهذا الفصل تختلف العوالم الاجتماعية لأولاد والبلاد اختلافا بينا لدرجة تجعل من الممكن وصفهما بأنهما ثقافتان مختلفتان كأن كل واحد عالم مختلف من هما دي طبعا هي بتبرر الكاتبة هنا هما اتنين واحدة لوري ورودمان وبيتر جليك بيبرروا هنا فكرة يعني لاحظوا ان هما بيلمحوا ان الفصل ده حصل ده هيسبب ان هما الاتنين بيعملوا عالم كأنما الفصل هو الذي أنشأ اختلاف العوالي فهل تعرف ما مدى ظهور الفصل بين النوعين في حياة اطفالك السؤال بقى هنا اللي هتبدأ به تعرض التجارب بتقولك في عمر العامين السادس والسابع يكون حوالي سبعين في المية من الالعاب التي يمارسها الاطفال دون وجود اشراف فيما قبل المدرسة يعني مرحلة الحضانة تمام سبعين في المية من الالعاب اللي تتلعب هي بين جماعات اقران من نفس النوع ولاد مع ولاد ولاد مع بنات سبعين في المية من الالعاب بدون اي اشراف هتبدأ تعرض البحوث بحوث شملت مئات الاطفال في دور الحضانة على مدار عدة اشهر اوضح مارتن وفيبس في سنة 1997 ان اي من الاطفال لم يقضي اكثر من خمسين في المية من وقته في اللعب بالعاب تتضمن افراد من الجنس الاخر نحن هنا لا نتكلمش على اللعب مع الجنس الاخر نحن نقول مجرد بس الالعاب يكون فيها بسا واحد من الجنس الاخر ولا حاجة خمسين في المية لا ما بيلعبوش حتى مع ولا فرد من الجنس الاخر نتكلم على مئات الاطفال في شهور طويلة يعني في الحضانة ما فيش الولاد مع الولاد والبقات مع البنات في تجارب باللحظات عميت على اكتر من متين طفل في مرحات ما قبل المدرسة ورياض الاطفال من اربع الى ستة اعوام وذلك في احدى دور الحضانة الملحقة بالجامعة على مدار سنة السنوات تمام؟ يظهر فيها انها على الرغم من ان الاطفال قد قضوا وقتا لا يستهان به في جماعات لعب مختلط للجنسين وذلك بتشجيع عمدي من جانب معلم الحضانة هنا بقى بنتكلم على ان الكبار المعلمين بيتعمدوا بيتعمدوا يتدخلوا عشان يخلوا الاولاد والبقات يلعبوا مع بعض فاحنا بنتكلم على حتى يعني تحيز فجأ عشان يخليهم يلعبوا مع بعض فقد حدث ذلك اللعب المختلط غالبا تحت اشراف الكبار اكثر مما تم باختيار الاطفال الحر لشركائهم في اللعب يعني هو بالعافية بالاجبار حيلعب مع بعض فقد كانت الفتيات تفضل كورينات جماعات اللعب من نفس النوع وبالمثل يفضل الفتية اللعب مع اقرام من نفس نوعهم وكان من النادر نسميا حدوث اقتران احد الاطفال بأعضاء من الجلسة الاخر وكان من غير المعتاد بالمرة اللعب مع جماعة من الاقرام من النوع الاخر فقط يعني ولد يروح يلعب مع مجموعة بنات او بنت تروح تلعب مع مجموعة ولاد دي حاجة نادرة جدا انها تحصل وقليل اصلا كمان حاجة غير يعني نادرة ان ايه ان الجنسين هيبقوا مع بعض يبدأ الفصل لنا عن النوع في عمر مبكر حتى من قبل سن السنتين يظهر الاولاد تفضيلا اكبر للتفاعل مع بعض الاقرام دون غيرهم يا جماعة قبل سن السنتين الولاد يبدأوا يروحوا وانهم عايزين لعبهم مع ولاد زيهم وذلك عن رغم ان اللعب في هذه المرحلة عادة ما يتم في شكل متوازن الشكل المتوازن ده يعني ولاد قاعدين جنب بعض حيث يجلس الاطفال جنبا الى جنب وينشكلونا في انشطة متشابهة مع وجود قدر قليل من التفاعل مباشر ما بينهم يعني مش زي العاب الخمس والست سنين والسبع سنين لهم اولاد انا سيبهم في حضانة الحضانة دي او في اوضة الاوضة دي مفتوحة وكلهم عمين يجروا ويخبطوا ويلعب مع بعض لا احنا نتكلم على انهم انا اقعدهم جنب بعض لقوا الولاد بيعملوا لو عندهم كزا لعبة عرائس الولاد حيبدوا يختاروا العاب شبيهة ببعض الولاد بالذات الالعاب اللي بيلعبوها شبيهة ببعض برغم ان المفروض مفيش تفاعله خالص هنا احنا نتكلم على الولاد قاعدين في صف وبرغم ذلك مفيش حد فيهم شافت تاني ومفيش تفاعل مباشر ولا كلام ولا حاجة وبرغم كده الولاد عمين يلعبوا والعاب شبه بعض ولا يزر الاطفال تفضيلا للقرناء من نفس النوع اصلاها مرحلة الرضاعة يعني احنا كده بعد دخلنا هاي يعني في مرحلة الرضاعة للولاد لسه ايه مفيش وعي خالص للامر يعني في وعي بحاجات تانية ياخدوا بالكم الرضاعة دي فيها بمرحلة فيها وعي كبير جدا بس بحاجات لسه في علاقة الاسرة لكن مع بلوج العمين تقريبا يبدأ اغلب الاطفال في ازهار تفضيل لقرناء من نفس النوع ويشتد هذا التفضيل خلال سنوات طفولة المبكرة والمتوسطة ويستمر حتى سن 11 عاما عادة ويحدث تفضيل الاقران من نفس الجنس خلال تفاعل الاطفال سواء داخل الجماعات وكذلك كاقران احيانا قد يحافظ الاطفال على الصداقات مع افراد النوع الاخر والتي كونوها قبل عمر سنتين يعني لسه الولد بيلعب مع بنت كان قبل سن سنتين عنده سنة فالبنت ديها عطول قاعدة معها أحيانا بيحصل حفاظ على الصداقة دي لكن الصداقات التالية على ذلك عادة ما تحنس مع آخرين من نفس الجنس بشكل يكاد يكون حصريا بعد سن سنتين حاجة شبه حصريا الولد حيب أبي صاحب ولد والبنت بتصاحب بنت مع تقدم عمر الطفل وتزايد تعقيد اللعب الجماعي كان لعبات منظمة زي الكورة نط الحبل الألعب تبدأ معقدة أكتر فيها مشاركة من أولاد كتير أو أولاد كتير ودرجة تفاعلية هذا اللعب مع الأولاد مع بعضهم يغضوا الفصل بين الجنسين أمرا قوين على ناحب الخاص الموضوع سيبقى قوي جدا في التفاعل ما بين الأولاد عزين الأولاد والبنت عايزة بات مدام اللعب جماعي عادة ما يحدث الفصل على أساس النوع في الطفولة داخل كل المجتمعات التي تم بحث اللعب الطفولة فيها بشكل منظم وهو أمر يفضل أطفال أنفسهم بشكل إيجابي يعني أغلب البحوث التي تعملت كانت فيه مجتمعات بيبقى سايبهم ينفصل بحاجة منظمة لكن الأطفال أصلا بيقول لك هما متشجعين مبسوطين من كده بيتلقوا أن الفصل ده بصورة إيجابية ففي كل الملاعب على امتناد العالم وعندما لا يكون لعب الأطفال منظما أو تحت إشراف من قبل الكبار يعني الرجالة الناس المشرفين مش بيعودوا يكبروهم من يلعبوا مع بعض تمام؟ وأعني بذلك عندما يكون اختيار قرين اللعب أمرا مطروكا للطفل كلية أنت حر يا ابني عايز سعب مع أولاد ولا بنات خلاص أنا مش هكبرك على حاجة أو هدفعك لحاجة فعادة ما يجتمع الأطفال في جماعات ومع أكران من نفس النوع نفس الجنس تروحت المجتمعات التي تم توصيك الفصل الجنسي فيها هنا بقى سواني بقى عشان برضو حاجة معيار تنقيس المجتمع مايمكن مجتمعات متخلفة الولد ينشأ فقاعد لغاية سنة 4-5-6 سنين قاعد شايف في الرجال أبيعودوا مع بعض والستات أبيعودوا مع بعض فدي مجتمعات متخلفة فهي يمكن أثرت على الولد أنه في الأمر ده صح؟ مش ده ممكن سؤال يتقال وإنما لو مجتمعات فيها مساواة وفيها اختلاط والحاجات دي كلها الأمور حتحل لا تراحت المجتمعات التي تم التوصيك الفصل الجنسي فيها ما بين المجتمعات زي العلاقات التقليدية بين النوعين إلى المجتمعات التي تتسم بقدر عالي من المساواة ومن الدول غير الصناعية إلى الدول الصناعية الكبرى وقد شامل ذلك الحصر ثقافات غربية وغير غربية في كل حاجة عامة في كل المجتمعات متخلفة معاييرهم متخلفة متقدمة علمانية مش هي الولاد في المراحل دي نفس القصة بتتعمل وفي بعض الثقافات كان الكبار يقومون بفرد الفصل على أساس الجنس أو تشجيعه لكن حتى في الظروف التي أبدأ فيها الكبار رفضا صريحا للفصل الجنسي يعني هنا بقى احنا بنتكلم على في بعض الناس ثقافات الكبار بيرفضوا يعني صراحة مش بيدفعوا أو يدعموا أن الألعب فيها ما فيه فصل ما بين الجنسين لا ده المتدخلين هم رفضين يحصل فصل بين الجنسين كل يقعد مع بعض كل يلعب مع بعض قام الأطفال رغم ذلك بتطوير الفصل بين الجنسين والحفاظ عليهم برضو يعني حتى بعد كل التدخل ده برضو الولاد بيحاولوا يهربوا من القصة دي ويبدأ أنهم من السهل على الكبار يعني الظاهر الحاجة الظاهرة قدامك أنهم من السهل على الكبار تعزيز الفصل الجنسي بين الأطفال دي حاجة المفروض سهلة لكنهم يواجهون صعوبات جمّة في تقليصه الموضوع صعب عادة ما يقابل الجهد الحسنية الذي يبذل العاملون بدور الحضارة وكذلك الذي يبذل المدرسون والآباء لتشجيع اللعب بين الجنسين طبعا بصوا التحييزات العلمية حتى في بحثة كلام شايفين الناس التي تحاول تخلط ما بين الأطفال هم يصفها الجهد الحسنية نية حسنة منهم وتمدحهم وتشكرهم أنهم يحاولوا يجعلوا الأولاد يلعبوا مع البنات ويبقى فيه اختلاط ويبقى شفيه أي انفصال ما بينهم بين بعض بيقول لك بنغم كده العادي المعتاد أن ده يقابل بمقاومة جامل الأطفال ما كوبي في دراسة عام سنة 1998 تصف كيف استطاع الأطفال تقويد أهداف بردامج الألعاب الرياضية المختارة للجنسين فحتى عندما كان الأولاد والبنات معا في نفس فريق البسبل طيب أنا بوس وأنا جايبهم أنا عمل الهدف لعبة أخليهم يمتزجوا بعض ويبقى ما فيش فرق ما بين الجنسين ومساواة وكلام الفريق ده كله حلو كده أعملت لعمة البسبل اللي اتنين بلعبوا يعني الفريق فيه هتلاقي برضو نفس الأمر بتعامل في كرة القدم دلوقتي وغيرها الفريق فيه أولاد ومنات تمام يعني أنت التانية من فريقك فخلاص يعني ملغاش حل هي لعبة جمعية ولازم كلكم تتعاونوا غصب عن نقوة هتتعاونوا مع بعض وكان المدرب يشجع المعاملة المتساوية بينهما يعني بصوا ظروف كاملة الدنيا تمشي زي الفل يعمل ايه الأطفال بقى سرعان ما حدد الأطفال مقعد الأولاد ومقعد آخر للبنات عندما كانوا يجلسون في انتظارهم لمشاركة في اللعب اوتوماتيك عارفين فورا العين رحوا رايحين يعودوا الولاد رحوا عادين مع نفسهم بات عادين مع بعضهم يعني الهدف اصلا من التجربة كله تخرب بصورة توقائية من الأولاد وفي معدل جهود المساندة التي تم بزلها فإن التدخلات التي استهدفت تعزيز التكاون بين الجنسين لم يكن لها إلا تأثير مؤقت أنا عمال أكلمهم وعمال أحفزهم وعمال أحاول كل الكامل اللي أنا بقوله ده تمام يعني يدلهم ما خلاص يا جماعة نقعد مع بعض وما فيش مشكلة تمام يروحوا للولاد يلعبوا ساعة ساعتين يوم يوم يروح للولاد ميرضو فاصلين نفسيهم عن البنات والبنات فاصل نفسها عن الولاد يعني شوفوا الظروف عاملة زي بدفع بكل الطرق عشان ما خليش فيه فصل واخلي فيه الاختلاط وبرضو مفيش حل وإذا تم ترك الأطفال لحالهم مفيش بقى تدخل يا أولاد سرعة عادة ينفسون حسب النوع خلاص ما فيش حد بقى يضغط علينا نفصل تمام طيب التدخل فعال هل هو بدون أثر لا بيقول لا الزن على الولان هتقعد طبعا تتكلم كده إنما أنا شفت التجارب ديت تجارب من هذه الأشكال على مستوى يعني حاجات في اليوتيوب وكده تجارب تجارب فيها نوع من أنواع الإرهاب إن أنا بحاول أخلي الولد فعلا أن 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 تقعد معدول أو إيه أو أن كذا يعني نوع من أنواع الإرهاب بيتعامل هنا شبيه بإيه شبيه إن أنا أقول لك أنا بعزل في المجتمع إن أنا أخلي محد يخاف من النوطية تمام أروح بسميها إيه بقى هوموفوبك يعني أنا بكره النوطية لا أنت هوموفوبك يعني أنت كده عندك رهاب النوطية رهاب النوطيين وترانسفوبك اللي بتخاف من المخنسين بقتنا المريض فده إرهاب مش نوع مباشر ليك إن إنت حتتوصم ويتم عزلك اجتماعيا لو قلت الحاجة هي المفروض تكون يعني الفطرية لا هو بيعتبرش لازم أعملك إرهاب وعيشك في الإرهاب ده آآ لو في الألعن بقى بيعملها اللوطيين كثيرا يعني يقول لك بص مدام أنت هوموفوبي غالبا أنت عندك أصلا أنت لوطي من جوا بس أنت مش قادر تعترف يظهر أبيض وداك في ناحية بقى قاضرة جدا قاضرة جدا وعشين في أمريكا أو شاهدوا أفلام أمريكية عرفين إن التيمة تكررت في أفلام كثيرة إن يعني أن أكثر واحد بيحارب اللوطية كل هو نفسه من جوا لطي لكن لم يريد يعترف فالتيمة أصلا كل دي تقيم إرهاب اخترعوها تمام طيب نرجع بقى الكمان بتقول محاولات تدخل الفعال مؤثر أمر يمكن تحقيقه فقد تستطيع المدارس ذات التوجهات التقدمية القوية التي تعزز بناء من القيم وسلوكيات المساواة بين الجنسين أن تزيد من كم لعب العفو بينهم تقدر تخلي الولاد يلعبوا بصورة عفوية من غير إشراف لكن هو تدخل فين هي هنا مميذكر هنا الحتة هو هنا مرضى يتدخل في التدخل المباشر أن أنا أخلي الولاد أو أعدهم يلعبوا مع بعض لا أنا أعمل طبقا لقبل أغير الوعي بتاع الأولاد يمكن اللي يقرأ الفصل ومش فهم قوي علم الاجتماع وعلم الاجتماع يتبال ازاي الحتة تفوت عليه يعني يعني يعدي على السطر ده من يفهم هو إيه اللعم القذرة اللي تلعبت هنا هو تلعب هنا أن راح غير في وعي الأولاد أصلا قبل ما يلعب أن يعود يخلي الأمر يعمل لهم المساواة ويعمل لهم إرهاب في القصة فالولاد يخافوا أن هم ما يتكلموش فالولاد يعودوا يتكلموا ويعملوا بمساواة بينهم ومن البناء وقد يكون للإصرار الذي تعزز به مثل هذه المدارس مبارسات المساواة بين الجنسين تأثير تراكمي أنا بدأ ندخل بالعافية هنا وإصرار ومصر على كده عشان المبارسات المساواة كذلك في الآباء الذين يرسلون لأبناء هم إلى المدارس التقدمية لا شك أن قد يعززون رسالة المساواة بين الجنسين في المنزل بينما على العكس من ذلك فإن استخدام أساليم الطلقات الطائشة لتغيير سلوك الأطفال عادة ما يبق بالفشل يعني ما الطلقات الطائشة بتقول يعني كل لما الولاد يعمل ولا لازم تعمله كذا تقول كلام مش منظم ما عندك تنظيم في تغيير وعي الولاد والبنات لا هي بتقول لك لازم لا تكون كلمة أو تقول نصيحة ودي حتة بعيدة عن الفصل العام لازم يكون الأرباء والأمهات لدينا خطة نحن 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 منهم إيه ونقرأ نحن 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 الولاد هيتقبلوه ازاي وممكن أفضل حاجة نعملها ازاي يعني لازم عندك خطة انت عايز ودادك يبقوا مرتبطين بالدين بالشريعة عايز ودادك يبقوا خايفين من الدين ولا بيحبوا الدين ولا بيحبوا الدين وخايفين من ربنا مش خايفين من الدين نفسه والدين ده هيكون مصدره شيخ واحد فالشيخ ده يكون بيعاقب فالولاد ممكن يكرهوه فبالتالي مشهد الدين او منظر الدين عند الولاد هيكون هذر الشيخ فقط لا انا ممكن احتاج الشيخ ده طب الولادي بيدلع ومحتاجين شيخ قوي اعمل ايه انا جبتلهم شيخ كويس الولاد بيحبوه بس هو مش عارف يعمل معهم حاجة لا يبقى حاول تنوع يبقى عندهم كذا شيخ واحد شديد جدا واتنين مثلا متساهلين اكتر الفعالية بتاعتهم اقل والتاني فعاليته اقوى لكن اهم حاجة انت حتخلي الولاد الدين عندهم مش منظر شيخ واحد ده حاجة مهمة جدا اللي انا يعرف خطورة ان انت تخلي اولادك منظر الدين ده جدا لان بيحصل كتير ان الولاد يطلع كاره او عنده مشكلة او ازمة دينية لان هو الدين هو الشيخ وده برضو تقدر تعالج شوية بان انت شخصيا انت والام تكونوا عارفين دين ومشاركين في تربية الطفل الدينية طبعا مش هتكلم على كارثة ان انت شخصيا كأب وكأم بتخوفوا الولاد من الدين على لديته ده بتعمله مشكلة مركبة معقدة مصيبة كارثية وهي انت بتخلي ارتباط كره للأب وكره للأم وكره للبيت وكره للدين كله في كتلة واحدة انت بتعمل كارثة كبيرة حاول دايما انت مشارك في تربية الدينية للأطفال وشوف النبي اللي اللي يتكلم ان الدربة هيكون على عشر سنين التعليم عند سمعة والدربة عند عشرة بص فكرة وبالمناسبة مش معناها ما قبل السمعة العشر سنين ممكن ما تدخل للضرب الاولاد ده هتدخل بس لازم تعرف التدخل يكون عام زي انت متعاكم الطفل وانت غضبان تحاول تهدي نفسك متعاكم الطفل كعقاب تأديب وليس كعقاب غيظ مش متعاكم وتضربه مش متعاكم تدربي تحاول التعاكم عقاب تأديب تأديب ليه هاتتي تعالي بقى انت عملت كذا 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 وضع عقابك طبعا انا اعرف ان الكام ده فيه جزء من يلتزم بي ولا انا بيكلم ده قادر يلتزم طول الوقت اصلا بس دايما لما اصوب نفسي انا كعمر اقول لا عمر انت ضربته وانت غضان المفروض تضربه وانت هادي لازم تهدي نفسك لازم تمسك جماح نفسك حتى لو انا مش اهدي بس يبقى عندي المعيار الصح عارف ايه هو الصح مش اللي انا بعمله هو الصح لا بعمله هو غلط بس خطر جدا ده شيء خطر جدا ان انت ما يبقاش عندك خطة لتربية اولادك انت عايزهم يطلعوا ايه ايه الشكل ايه خطة ودي عند سن خمس سن لازم اتدخل مع الولاد في كذا وده قد نقتضي به بالنبي صلى الله عسيلا لما حدد لك اعمار قال لك سبعة وعشرة لما قال لك اعمار لان قد تعتبر لان انت ممكن تعلمه انه عندهم سنة 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 السنة بس عندي سبعة وعشرة ابدأ بردو السقف ان الوقت لازم هنا تدخل ممكن اضربك عشان مش عايز تصلي فبس قالت ان 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 يبقى عندك خطة الولاد دي عايز يطلعوا ايه وخطتي لهم ايه ولازم تبدأ تربي اولادك على خطة منظمة ما تكونش بتدرب طلقاتها ايش ان الولاد بتربي تمام فانت لقيت الولاد بعد ما بقى سنهم خمس او عشر سنين يعني كبروا اوي فاي بقول لكم ايه اولاد ايه اولاد مالكم كده انتم فرود تتعلموا الدين يا راجل وتبدأ ما بتصليش ليه انتم جاي بتكلموا مثلا وعندوا عشر احداشر سنة جاي بتقوله ما بتصليش ليه انت مشرحتش فلسفة الصلاة اهمية الصلاة اصلا انه صغير فلا اسلوب تربية التلاقات الطائشة لا انت بتقول كلمة من ان ما جاتلك فرصة لا الصح ان انت بتربي من الصغر بتربي على خطة منظمة والكلام ده الاخوات والسواء منتزوجات او غير منتزوجات لازم يبقاليكم خطة للأولاد اللي جايين النجاح او فاشل الخطة ده مش لازم يبقى حاجة عليه سيدنا نوح ابنه كفر وهو كان يعني قعد نشوف الف سنة في الدعوة وابنه كفر يعني تخيل حجم الحزن والقهر اللي كان يبقى لسيدنا نوح ان ابنه هو ابن سيدنا نوح مرباش صح ربا لكن هو في الاو في الاخر وهو الدعوة لكل حاجة هو في الاو في الاخر هو الابن اللي بيختار طيب نلاحظ بالاضافة الى ذلك ان بعض الالعاب المختلطة بين الاطفال قد لا تحتاج لتدخل الكبار فيها يعني تمام من ذلك مثلا ان احتمالات انخراط الاطفال في العاب مشتركة بين الجنسين يمكن ان تزيد في احوال خاصة مثل ما هو الحال عندما لا يتوفر لديهم عدد كبير من الاقران الاختيار بينهم يعني هنا هو مثلا اللعبة عايزة خمس افراد طيب احنا عنا ثانت ولاد يقولك لا ساعد بقى يروح مدخلين اتنين بنات مثل ما هو الحال عندما لا يتوفر عدد كبير من الاقران الاختيار من بينهم او عندما لا يكون هناك من لا يلاحظ حال تعديم الحدود المفترضة بين النوعين كما ان هناك بعض الالعاب التي تتم بين جماعات مفترض الجنس وعلى اي حال فالاولاد او البنات نادرا ما يلعبون مع مجموعة من الاطفال من الجنس الاخر ويكون الاستثناء من هذه القاعدة في اتجاه واحد حيث تسعى يعني بص يا جماعة هنا حتة مهمة اوية يعني بص يا ماهي الاستثناء الاولاد او البنات نادرا ما يلعبون مع مجموعة من الجنس الاخر في استثناء لقاعدة بس من اتجاه واحد بس ايه هو تسعى بعض الفتيات لعبور الحدود واللعب مع الاولاد اكثر مما يسعى الاولاد فرادة للعب مع جماعة من الفتيات يعني لو بنت واحدة في مجموعة الولاد بيلعبوا في تلاو بنت رايحة عايزة تلعب مع الولاد تمام طب الداحية التانية فيه ولد يروح يلعب مع البنات من نفسه لا نادرة نادرة انها ممكن تحصل ان من يطلق عليها الفتاة المسترجلة يمكن التساول معها واحدة من الفتي يعني الولاد يقبلون انه ولد زينا ممكن الولاد الصغيرين يقبلون كأنها ولد معه وهن غالبا ما يكون فتيات قوة بدنية عالية والتي يجدنا الالعاب الجسمانية التنافسية واستمتعنا بها طيب قضية خطى الصبي الحدود يلعب مع الفتيات تعالوا نشوف ليه هو قال اتجاه واحد لان الاتجاه العكسي الولد اللي هو رايح يلعب مع بنات نغم زالت فهو يستثير مشاعر العداء من جانب الفتيات اللاقي اللتي يسعى لللعب معهن يبدأوا يبقوا البنات بتعدي انه عايز يلعب معه كما يتلقى مشاعر عدائي على وجه الخصوص من الصبي الآخرين الذين يتنمرون به لتعدي على عادات الزكورة يبدأوا يبقى فيه مشكلة كمان الولاد الولاد كمان بيحتقروا ويبدأوا يأذو اخونا مصطفى بيقول انه عدم بها الطبيعي ولا لا يا دكتور في السن الصغير طبيعي طبعا الهرمونات بتبقى متأخرة بالنسبة الهرمونات الولاد يعني هي البنت فعلا في المراحل دي الاختلافات لا الهرمونات لسه الهرمونات والشغل الرهيب اللي هيتعمل في الهرمونات لسه بس الصح التربوي التصرف التربوي انك بالراحة كده بالراحة تحاول تتخل تخليها يحصل لها صدمة لعبت مرة تمام بس حاول دايما تخليها تبقى متواجدة بصورة ده في رأيي والله اعلم انها تبقى متواجدة بصورة اكتر مع البنات بحيس انها متلاقيش النفسها حل جري انها تلعب مع البنات ده امر من الحلول اللي بتحصل وكمان البنات يعني ده بيتسبب في حاجات يعني ده ممكن نروح له مسألة الاسترجال ومشكلته تي بنات لما جوم يعملوا الدراسات عن مسألة الترجل ظاهرة الاسترجال او الترجل اللي هي واحدة بكت تيجي عند سن سبعة تمانسين ولغاية عشر سنين البنت عمات اول اول وصلت للدرجة الجنود الرسمي البنت مريضة عمات اولد وفي جسم والد وكام الفارج ده لما راح وشاف الجوم بعد سبع سنين البنات لما مرد ومرحلت البلوغ بتاع البنات جوم عندي سن سبعت عشر سنة انتي لسه ولد لقوا البنات الغالبية قالوا لأ احنا بنات طب يا منتي ده كنت من سن عشر سنين قالوا سن سبع سن لا ده انا ولد انا مش عايز بابنت والكلام ده كل اغلب البنات بترجع عن هذا ذكرنا في دين متفكات هذا الامر بترجع عن الفكرة دي حاجات كتيرة والمشاعر والحاجات تندمج اكتر بعد البلوغ وتندمج اكتر بعد البلوغ وتشرف على الامر بالراحة بيتخليها تلعب مع البلوغ اكتر تحاول تجيب لها فساتين واشراف اكتر والبنات بيتأثروا بصورة كبيرة جدا بالراجل والأب والأم والحب والحاجات دي كلها ان انت تقعد توجيها للحاجات دي كلها البلوغ تأثير الاجتماع كبير جدا فيها تعاشوا بقى الولاد اللي بيقول عن نفس وانا بنته ولسه عنده سمع او تمال سنين لقوا ان اللي بيقول كده نسبة مش قلينة منهم عند سن سبعتاشر وعشرين سنة بيفضل يقولوا كده هي دي الكارسة ان انت خطورة الوال اللي عمال يقول عن نفس انا بنت ده اخطر بكتير البنت اللي بتسترجل وعايز تعم على البلوناد وبتاع دي بتحصل وانت مع شوية اشراف وتعديلات سنوكية وبتاع البنت بتبقى كويسة مفيش مشكلة امتى مع المشكلة اللي بتحصل لك الولد العمالي يتعامل هو بنت ده يا جماعة لقوا ان الولد واصل عند 10 و11 سنة مفيش تدخل احنا هنا في مشكلة جامدة الولد لازم يحصل تدخلات معاه لحل القصة دي واحدة من حول القصة هنشوفها ان الولد من هو صغير حاول تخليه لعب مع اقران ولاد افصل وخليه لعب مع اقران ولاد من هو صغير يتعود كده على خشونة واللعب مع الولاد والحاجات دي كلها واحدة من الحاجات المتكررة جدا في التخنص ومتكررة جدا في اللوطيين مسألت ان هو الولد كان ليوم تعبير كده بالانجليزي اللي هو مش حايف ظهرة النافذة حاجة كده يعني ان هو الولد امه كان تخايف عليه جدا فبقى عدها عطول في البيت وممنوع تنزل مع الولاد والنوتي والحاجات اللي يطلع عالم الولاد غريب عليه وطبعا واحدة من اشر حاجات اللي الام تبقى هي المربية بس كارسة كارسة الام اللي هي بتربي بتربي على صفات بنات كارسة جديدة جدا فانت لازم تخلي سواء الام طبعا احنا عارفين مجتمع فاسد وفي اخوات كتير مطلقات فبيرب وخاص مع النوم ويكون الاب اصلا سيء وحاجات تعرفين الفساد اللي موجود في المجتمع فالنسبة الاخوات الاخوات تحديدا لو انت بتربي وربنا التلاكي بان زوج سواء ترملتي زوج توفي او ان طلقتي اهتم اوي بان الولد من سن صغير من قبل سن خمس ست سنين الولد ينزل يندمج مع مجتمع صبيان اصلا سيب الولد يتعور هو السن ولادي عندما نزله تعويره وحاجات جبس في احيان كتير سيب الولد تحاولي طبعا مش لدرجة انت تنزله في حتة قتل يعني بس يبقى مندمج مع الصبيون دي حاجة مهمة جدا في الولاد ليه لان الحالات اللي موجودة عندنا لو تخنست او اصابت ها لوست او مرض العقلي بتعلوطية ده بتبقى مشكلة جامدة جدا عند الزكور عند البنات مسألة الترجل اسهل بكتير وفي الغالب ان البنت بعد ما بتعدي مرحلة معانا بتبدأ بقى عادي خلاص بتحصل لا انا بنت انا عايز اتجوز رجل الامور بتعدي يعني بنسبة كبيرة جدا بتعدي القصة دي انما الولاد عندهم مسألة العناد والشخصية العندي دي حاجة من الفطرة في الزكور نرجع تال اللي احنا بنقوله بنقول ان الولاد اللي بيعدي بقى الحدود طيب البنت اللي بتعدي الحدود مسترجلة شوية الولاد بيقبلوها وما فيش مشكلة طيب الولاد اللي بيعد الحدود الولاد اللي بيعد الحدود وعايز يلعب مع عبنات البنات بتكره وما تحبوش والولاد بيبدأوا يتنمروا عليه ويبدأوا يهجموه. احلمتكلم يا جماعة على سن اربعة وخمس وست سنين. اتمتخيلين احلمتكلم على سن عامل ازاي? كل ده ميدعم دليل ايه? دليل الفطرة. هو ده دليل مجتمع عدلاتي ولا دليل الفطرة? ما هي واحدة من الحاجات اللي هتلاقيه في اول فصل اللي بيقوله ان المشكلة من الامر ده. جاي اه في مرحلة. اللي الزواجية دي تتطلب قدرا من التعقيد المعرفي والفعالي لم يعرفه الاطفال بعد. بعد. يعني لسه الاطفال ما عرفهوش حتة التعقيد بتاع المعارف والاعراف والانفعالات. لا. ده لسه الاطفال صغيرين اوي. ده هم نتكلم من سنتين وتلاتة واربعة. اه اه فين التعقيد المعرفي ده. بتقول الجنب العديد من العوامي البنائية التي تؤثر على على العلاقات بين النوعين لدى البالجين. زي الادوار الرجل اللي هو دور ان يشتغل والستة توعد في البيت والحاجات دي كلها. ليس لها وجود بين الاطفال. او انها لا تملك اي تأثير فعلي مباشر عليهم. فما فيش حاجة اسمها ثقافة مجتمع هنا ولا ولا اي حاجة. هنا بنتكلم على فطرة. الفطرة دي بيخليها الاولاد عملي يعملوا حاجات دي بصورة القائية. هو ده اللي كان نزهل في الدراسات دي. بنتكلموا على مجتمعين كأن جنسين. يعني واحدة من الباحثات. هتروح ايلا ده كأن نوعين من الكائنات. بينفصلوا بصورة القائية. ألعابهم متشابهة. بتقول حاجة غريبة جدا. كأن نوعين من الكائنات مش نوع واحد. تمام? طيب. يتعلم الاولاد في وقت مبكرة من حياتهم. أنهم بحاجة إلى تقديم أنفسهم كذكوريين. يعني يقدموا نفسهم رجالة كده. وأنا راجل. ما تعودش أن تدلع تعمل لي بنت الولاد من سن لسه في السن الصغير ده. أربع سنين. عند سن أربع سنين. يبدأوا يقدموا. أنا أقدم نفسي للولاد أن أنا ولد. بحيب ألعب بتاعت الولاد. أنا بحيب أتصرف زيهم. ما فيش تخنص. ما فيش بتاع. لكي يتقبلهم أقرانهم الزكور. فهنا بيتكلم على الضغط اللي هو بيسموه ضغط الأكران. دي حاجة مهمة برضو في علم الاجتماع. آآ. علم النفس الاجتماعي. ضغط الأكران. أنا سألت أن الولاد أنا حتى لو أنا في الصفات. آآ. الولد ناعم كده وطنوقته. مجرد ما يلاقي بالتجربة. وينزل مع أولاد. لا. العالم يكرهه دايما. وبيشتمه أي حد ليه الصفات دي كلها. الولد يبدأ يتزبط. اللي واحده. تلقائي. يلاقي ايه. ده هو كل واحد حيجي يتكلم بالطريقة النعمة اللي عامل زيباد دي بتشتم. ده هو دفسه يبدأ يشارك في الشتيمة. ليه. ده هو ضغط الأكران. هو مع الولاد فعايز بقى لا. الصفات دي كل ولاد بصورة تلقائية كلهم بيرفضوها. فأدا معاهم. أنا مع الشلة. في سن أربع سنوات تاخدوا تفضلات ألعاب ونشاطات الصبي أكثر ذكورية. يبدأ بقى عايز يلعب بمسدسات بقاطر. بقى ألعاب والنشاطات بتاعته في سن أربع سنين تبدأ تبقى الذكورية بصورة واضحة. وذلك عندما يلعب مع آخرين كمقابل للعب اللعبهم مفردي. مما يعكس الممن بالعادات الاجتماعية الزكورية. إن الولد حتى لو بيحب مثلا مع نفسه كده. ممكن بيحب عروسة. ممكن. لا بس مع الولاد. اه. الولد يروح مسك مسدس ونعب معه. حتى لو فيه تفضيل للولد شخصي. اه. في لعبة معينة. لا بس اللعبة دي بيشتعت رجالة. انا اه. او مش. يعني دي ما لعبهاش مع الولاد. دي مع نفسي كده. ده مع مدام بلعب مع الولاد. اه. مسدسات ويلا بيحب نطلع نجل ورا بعض. ونضرب بعض. وكورة. والحاجات دي كلها. دي العام الولاد. ويوصم الصبية الذين يفشلون في ازهار الزكورية بانه مخنسون او اطفال. خدوا بالكم. مين اللي بيقول مخنس. انت بيبي. انت طفل. او بيقول عليك انك يعني انت مش راجل. الحاجات دي كلها. دي عيال عندها اربع لخمس لست سنين لبعضيها. خد بالك الوصمة دي. ما بيقولهاش حد كبير. ده الوصمة دي. الاولاد. الاطفال لبعضيهم. يبدأوا يقولوها البعض. انت بيبي. انت طفل. انت مش عارف ايه مالك. انت بتتكلم كان ايه. ما بتش عارف تلعب. فسبحان الله. المسألة بالزبط. سبحان الله يعني. النفور من الافعال التخنص دي. الولاد دي بدأوا يعملوها من سن اربع سنين. ويبدأوا يصفوا بالعدم الرجولة. او بالان هو عامل زل اطفال. الولاد. الاطفال الصغيرين يعملوها البعض. ولمثل هذا السلوك التفولي التعليفي والمسبب للغيزة والتأثيرات العميقة على ضحاياه طبعا بقى. هندخل بقى في الجزء الايه. الجزء الانحيازي. في اللطروحة. انه هو شايف طبعا هو متحيز للتخنص والترجل والحاجات دي كلها. وللطييه. ده السلوك التفولي التعليفي ده. هيبدأ يعمل اثارة عميقة. وهو الامر الذي يدفع اغلى الاطفال الاسراع بمواكبة السلوك التفولي. بمواكبة السلوك الذي يقبله القروناء. وذلك تجنبا للرفض الاجتماعي. وبقى حيقول لك انت لو انت اذكرت هتلاقي ان واحدة من اكثر الزكريات طفولتك المؤلمة ممكن يكون ان واحد قال عليه كلمة كده ان انت مش راجل ولا حاجة زكية تكون بتفضل عايش معك في العمر يعني. بيقول لك عادة ما هتتضمن التفاعل متمادل بين الجلسين داخل الملعب تعنيفا ومضايقة. والتي من شأنها ان تدعم القواعد العامة للفصل بين الجلسين. فعلى سبيل المثال. هايقول لك فيه واحد اسمه سور. عمل في دراستين واحدة سنة ستة واحدة سنة اربعة سعين. شاف فيها كيف ينظم الصبية يعني اعدتهم في الملعب. بص يا جماعة بقى التجارف دي معقلة وغريبة ازاي. اه منزلهم يلعبوا مع بعض. تمام? لقوا الولاد بيعملوا غارات على الفتيات لإبساد الألعاب. خد بنات ما بيلعبوش مع بعض بمعنى ان هم مختلطين في اللعب. لا هم في نفس الملعب. بس الولاد بيلعب مع بعض والباد بيلعب مع بعض. يعمل اي الولاد بقى? الولاد يبدأوا يعملوا عصابات يعملوا غارة بيها على البنات يسرقوا الكور بتاعت البنات. طيب والبنات يبدأوا يعملوا ايه? يحاولوا يرد على ده انه هو يحاول يمسكوا واحد من الولاد ويبسوه. ده في السن الصغير ده بتاع الاربع لست سنين. الامر اللازل تتعامل معه الجماعتان باعتبار سخرية مهينة من شأنها ان توقل القمل ولاست كمكافأة. لانت اه حاجة في السن الصغير دي تحنقلي الامن لما دمسني ولا حاجات زي كده. ببنسبة 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 ذكرنا دي. انا في التدائي كنت في مدرسة مشتركة. ولاد مع بلاته نفس الفصل. عايز لكم واحدة من اكثر الاشياء المهينة اللي كان ممكن منرس يعاقب بها حد فينا ان يروح يقول له اقعد جنب البنت. روح تعالى اقعد جنب البنات. يا خبر ابيض والله هذي احنا كمان كنا جيل بتاعنا بتاع التمينات كنا بندخل مدرسة من سن ست سنين وبنقعد خمس سنين ابتدائي بس. فهو ست سنين وبنخلص على احداشر. فمش زايد الوقتي. الابني طلع من ابتدائي عنده تلاتاشر سنة. كام ده انا كنت بخلص اعدادي في السن بتاعهم ده. لا يعني انا بخلص كلية واحد وعشر سنة. خاطب واحد وعشر سنة. من جوز اربعة وعشرين. يعني فالفكرة لا. الفكرة الامر في في الولاد. الامر في جيلنا كمان مختلف عن دلوقتي. فكان بالنسبة لنا المرحلة المرحلة من سن ست لعشر سنين هي مرحلة الابتدائي. كارثة كبرى اسمها ان حد المدرس يجي يقولك اقعد جنب البنات. طبعا الكام ده كان ينتهي عندنا امتى? خمسة ابتدائي. ممكن رابعة مع خمسة ابتدائي ينتهي تمام. مفيش مدرس يجرؤ لكده. كنا بنبقى ايه لو حد قالنا تعالوا عد جنب البنات. يعني يا فرح يا هدى طبعا. والبنات كانت تروح بقى عامل رد فعل كبير جدا وشديد وعنيف. غير في صغيرين. تبدأ بقى البلوغ تبدأ من ناحيتين. تبدأ تحصل. فالبنات تبقى عارفة كارثية ان واحد ولد يجي يقعد جنبهم. والولد بقى احنا ايه خلاص بدأنا ايه اه بنا رابعة ابتدائي. بنا عندنا عشر سنين ودخلنا او احداشر سنة. فبالنسبة لنا ايه يا استاذ مش عايز تعاكمني تقعدين جنب البنات. طبعا الكلام ده كله ينتهي. يعني هو اخرج تلتة ابتدائي. اللي هي تبقى العلاقات بتاعها. روحوا جنب البنات. كارثة طبعا. اه جنب طبعا الغارات. والحاجات دي كلها عشتها. يعني انا عشت في مدرسة. كذلك بقولت لكم اه اتدائي. الحاجات فعلا سن لغاية اه رابعة ابتدائي. يعني سن ثمان سنين او او تسع سنين. الحاجات دي كنا بنعملها الغارات على البنات والحاجات دي كلها يعني. فكذا توقفت طبعا اول ما بدأ البنوغ يبقى من ناحيتين. لا بدأ ما فيه. اللي هو بقى بيبدأ المرحلة اللي حتيجي لاحقا مش هيتكلم عنها النهاردة اللي هي مرحلة اللي هي الموضوع بتاع الاعجاب ده. وبرغم كده هيتكلم عنها حالا يعني برضو بقول لك عشان كده قلت لكم ليه تعقيد التجارب دي. هيتكلم عنها حالا في في مسألة ان هي يعني الولاد بيعملوا عصابات عشان يعملوا غارات على البنات وده بتبدأ تعمل عصابات عشان تعمل غارات على الولاد. تمام? طيب. ده يبقى هنا تعزيز الفصل. ده بيعزز مسألة الفصل. طيب. يبدأ يعمل حاجة تانية غريبة جدا وهي الناحية اخر. ودي حتزيد مع السن. رغم ذلك. فان مثل هذا العمل الملتمس. قد يكون في بعض الاحيان مرحا اكثر منه عدائيا. وده كان بيحصل. دي حاجات بيقول لكم يعني التجارب هنا شفتها كلها. نبدأ يبقى مع الوقت. الموضوع ايه يبقى فيه مرح شوية. ان هي حن اعمل ايه في البنات اه هزار وهم يعملوا فيها ايه. بس برضو قائم على الانفصال. احنا ولاد وهم بنات. طيب. هل كده بس? لا. عادة ما يكتشف الاطفال انفسهم ان السلوكا الذي يصاغ باعتباره عدوانا. زي ان هم يجروا ورا بعض. يجمزوا بعض. يشدوا شعر بعض. يمكن ان يكون تعاملات مقنعة عن الانجهزات بين الجنسين. مع قدر لا يستهان به من المضايقات حول من يحب من. انت ما شدت دي انت بتحب تلعب معها وتغتت عليها قوي. اه تشاكل لك معجب بيها. كل الحاجات دي زي ما قلت لكم يعني عشتها في الابتدائي. وهي الدراسات بالنسبة لي عشت كده الجزء ده. انا قاعد قراءة كان ده عشته كله. ما فيش حاجة فيه غريبة خالصة. ان يبدأ من ناحية تعزيز الانفصال. ومن ناحية تانية يبدأ يولد يبدأ يخلي في الولاد شوية ان حاجة مسألت ان انا لا انا انا معجب بالبنت دي. انا عايزة جدت عليها قوي انا عايزة عرفة نظرها. بنت تعمل حاجة مع ولد عايزة توري الولد ان انا 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 بحبك فانا مش طيقك انا عايزة اتدربك. يعني او بقى عمل حاجة بقى حاول الفت نظرك. يبقى تعزيز الانفصال جاي معه حتة الاه ان يبقى في حاجة مبكرة كده في مسألة الاعجاب. نلاحظ في الوقت نفسي ان هذه التفاعلات طلقت الدوء على الحدود القائمة بين النعيين. وهي ان الاولاد والبنات جماعتان مفصلتان ومتخاصمتان. سيبك بقى من جزء اللي احنا تكلمنا عليه بتاع الاعجاب المتبادل. المهم من الاطار العام اللي حصل هنا. ان الاثنين نزلتهم في ملعب. الاثنين راح عاملين عصابات يضربوا في بعض. فالأولاد والبناء الجماعتان من فصلتان متخاصبتان. وان العداء الجنسي الغيري اكثر قبولا اجتماعيا بين كورونات طفولة من الجاذبية الجنسية الغيرها. يعني ايه? يعني الاطفال اللي غاية سن سمع ثمان سنين. الاصل فيهم. اللي مقبول فيهم اكتر ان انت تبقى كاره البنات. والبنات كارهة الولاد. الاصل كده. ان دول كارهين دول. ده بيقبل اكتر من ان البنات تبقى معجبة بولد قبل سن ست سمع سنين. البنت معجبة بأولاد او البنات معجبين بالبنات. ده اقل. السائد والغالب هي مسألة لا. جماعات متعادية. وهكذا يمكن القول الاختصار ان الاطفال عموما يفضلون ارتباط بقرداء من نفس الجنس. والاكثر من ذلك انه بغياب الجهود الدائمة والمستمرة. يعني لازم عشان تدخل تعمل الاختلاط لابد جهود دائمة والمستمرة لصنع الاختلاط. بغياب الجهود الدائمة والمستمرة يقاوم الاطفال تدخل الكبار لتشجيع اللعب بين الجنسين. ولا يكون الفصل بين الاطفال على اساس النوع او الجنس تاما الا في المجتمعات التي يفرض فيها الكبار مثل هذه القواعد. الا انه امر شاء عبر مختلف الثقافات واو اختراف فاعل يقوم به الاطفال وتعززه بينهم بقوة بمعاقبة اولئك الذين يحيدون عن المعيير. طيب الفصل ده يقولك اهمية الفصل اللي بيحصل ما بين الجنسين. بيعزل اختيار عوالب او ثقافات اجتماعية متباينة بل ويشجعهم على ذلك. وهي الثقافات التي تتسم بعنشطة واساليب تفاعل وقواعد اجتماعية متباينة. يعني الولاد بيربوا بعض كده. وبيربوا قواعد السلوك بتاعة الزكور. والبنات بتربي بعض برضه. هنا احنا اخدوا بالكم يا جماعة. علم النفس الاجتماعي ده مهم جدا. وخطير جدا جدا. ومن الحاجات اللي انا اعتبرها من الجرائب ان مافيش انشجال كبير جدا بالاسلاميين بيها. فيه حاجات كارثية. بس منقدر نشوف الحاجات الكارثية والتحيزات. وفيه حاجات عجيبة عجيبة في نصرة الاسلام. يعني انا ارى ان هذا العلم يعني الحاجات والنواتج اللي بتطلع منه كثير من التجارب اللي بيعملها احيانا الناس اعداء للفطرة واعداء للأديان كلها وبتاع تطلع التجارب. لما تيجي تقرأها في سياق الاسلام بتلاقيها معجزة. معجزة. الولاد بيربوا بعض. من الحاجات علم النفس الاجتماعي بيكلمك هنا ان الاب مش متدخل. المدرس مش بيتدخل. الولاد يعني مش افراد. الولاد تجمع الاولاد مع بعض. يعني هي ما فيش قيادي. ولد قيادي فمتربي اعترابه عياله وبيربي العيال على الطريقة دي. ان لابد ان احنا انه بقاولاد. مفيش تخلص. مفيش مش عارف ايه. متعملش زلبات. الحاجات دي ما بيتكلموش ان فيه اب. او بيعملها. او بتاع دوت. مدرسين ومشرفين بيعملوها. ولا فيه ولد فرد واحد بيربيها الولاد. امال ايه ده. بيقول لك اللي بيعمل ان اجتماعهم مع بعض بيعهم بيربي والايه ده كلها. والبنات اجتماعهم مع بعض بيربي الحاجات دي. هي ده معجزة علم النفس الاجتماعي. ولنحن بنتكلم يا جماعة علم النفس الاجتماعي. مهتم بفقق بالفكرة. او بالتنشئة الاجتماعية دور الاب والام. بس في ابباب اخرى. انها من حاجات بتاعت الاقران دي رهيبة. احنا بنتكلم على ان. مفيش فرد معين بيعلم من الحاجات دي كلها. لا هو اجتماع اللي اولاد مع بعضهم خلى الفطرة تتقلق وتشتجل بصورة جيدة جدا. اجتماع البيئات مع بعض وانفصالها خلى الفطرة تتقلق ما بينهم وتطلع وتشتجل بصورة جيدة. فيعملوا عالمين كل واحد فيهم ليه ثقافة مختلفة. بمرور الوقت يا زاد لعب الصبية مع الصبية والفتيات مع الفتيات وتصبح لعبهم اكثر اتساما بالصور النمطية المرتبطة بالنوع. زي ان لعب الاولاد يكون اكثر خشولة وشكلبة. وتلعب الفتيات اكثر بالعرقص. وهما يشير الى خلق نوع من التنشاء الاجتماعية من خلال اهتمام الاقرام بتحديد النشاطات الملائمة لأعضاء كل نوع على حدر. يعني هذا اللي انا انا بقول لكم. طبق فيه تنشاء اجتماعية. الولاد والبلاد بيتربوا. بيتربوا ازاي؟ مش واحد بيربي ولد واحد من الولاد بيربي البقيين. ولا واحدة الباقيين بتربية الباقيين اجتباعهم واعداتهم مع بعض بيربوا بعض والفطرة بتطلع سبحان الله يعني وسرعان ما يطور الاطفال خطة قوية لممارسات بتاعهم النوع بتاعهم بس كده ده اللي احنا كنا عايزين التكلم عليها ويمكن بقى من الحاجات المهمة جدا في الفصل هنا مسألت انك بتشوف الاصل الفطرة هو الفصل ولا الاختلاط تعليلي بقى يا ابتوع كتاب تحريم مرأة في عصر رسالة يقول لك بنتك عند 14 سنة ولا 12 سنة ابدأ عود بنتك من وهي صغيرة انها هتطلع وتقعد مع الرجالة وتختلط بيهم ده اللي الفطرة اللي احنا هنا بنروح نجيب كتب لناس كفار لطيين بيقول لك ايه بيقول لك ده هو الفطرة اللي احنا نفسينا نقول نحاول نبررها الفطرة ان الولاد والبناء منفصلين الفصل مش الاختلاط اه طبعا اعدادي وسنوي انا كنت في اعدادي وسنوي مدرسة مدرسة اولاد فايت كلاب دي دي اقل حكا بتحصل معارك حربية ومفيش يعني في مدرسة انا كنت في السنوي في مدرسة اسمها مدرسة مبارك متفوقين مدرسة مبارك المتفوقين دي كل الداخلين جايبين على الاقل 90% يعني انت مفروض واخد الزبط بتاعة الولاد اللي جايبين فوق 90% في اعدادي مفيش حد يدخل قبل اقل من 90% حلو كده فانت واخد زبط الولاد اتفرج على كم الدرب والطحن والده بتاع والسواريخ والنظر يحدف القضة بتاعته سواريخ ويطلع يعاقب المدرسة كلها ونعمل مش عارف ايه في مدرس والمدرسة عاقبنا ولا النظر شخصيا يطلع يدوس من العربية على الشنطة بتاعتي من كتر ما هو تغزبيني من كتر الشقاة او اعجبصوا الفكرة ان يعني مسألة مالهاش عاقب الولاد شطار اكتر ولا لأ او من مش عارف اللعب هو اللعب اللعب هو اللعب في اصول اللعب وهو العنف وديه ما بقول لكم من المشاكل اللي تقع فيها بعض الاخوات اللي هي بتربي او مسكة زباب التربية حتى مش هازم تبقى مطلقة بس ياللي بتربي والأب سيبلاها الامور تماما فتبقى دايما خايفة من مسألة العنف وبتاع اختنا مسألة العنف دي واحدة من الأحاجات الرئيسية عشان يحصل تانشئة اجتماعية لأكرام ان ابنك يطلع راجل من الآخر وان منتك تختلط مع مراقبة هنا وهنا برضو لازم تعرفي برضو فيه مشكلة مشكلة انتشار النوطية والحاجات دي كلها بس على أقل في المرحلة المبكرة لابنك قبل التمن تسع سنين خلي ابنك ينزل لعب مع الولاد فيه رقابة في كل الأحوال بس ارقابة مش ان انت تمنعيه الله المستعد فاحنا بنتكلم هنا ان الفطرة هي ايه الدراسات اللي اتعامد كلها عشان حتلاقوا بخدوباتكم هي عما تحاول بكل الكاتبين هنا عماية حاولوا بكل الطرق عشان يخلوا الأمر يرجح البناء الاجتماعي لكن مفيش يعني يعني غصب عن عين عن عينهم دلوقتي شايفين الموضوع واضح ان فيه فطرة ده كأن نوعين كأن جنسين ده كلمة متكررة دي حواليه رابع مرة اراها من الناس دخلوا بيقولوا احنا دخلين عشان فيه في كتاب اللي هو علم النفس الاجتماعي التعامير اللي احنا عرضنا منه حاجات في القناة ماير ده فيه جزء منه في الفصل يا علم النفس الاجتماعي يا كتابة علم النفس واحدة كان جايب شهادة واحدة بتقول انا دخلت علم النفس عشان اسبت قضية واحدة يعني دي صراحة دي بتصرح بتقول انا دخلت اعمل تلاتين سنة من التجارب الاجتماعية على الزكور والاناس عشان عايزة اسبت ان المجتمع هو اللي بيكلي الولاد ولاد والبناد بناد انما لو سبناهم حيبقى مفيش حاجة سبقل واضي بقابنتم 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 مفيش فرق بتقول بعد تلاتين سنة انا بقول ده انا اكتشفت ده كائن الاثنين مش شبا ده كائن مخلوقين مش زي بعض خلص تلاتين سنة تجارب دخلت بالتحيز ده بالافكار بتاعت النسوية الراديكالية بتاعت السبعينيات ودخلت بقى انا هدخل تلاتين سنة حياتي كلها يا جماعة هو اسمات القضية دي ان ما فيش فرق بين الولاد والبناد دي المجتمع هو اللي بيربي بيخلي الولاد بيخلي بنات انا هدخل لها يحصل ايه با تطلع بعد تاعتين سنة تقول لك ده يا جماعة ده ايه ده ده كائن مخلوقين مش شبه بعض يعني كل واحد جاي من ناحية مش مش هو ده خالص اللي انا دخل عشان كل التجارب بتاعتها اسمات لا مش شبه بعض وبالفطرة ومهما تدخلت ما تلاقي الدنيا برضو بتضرع في وشك انا بتدخل عشان اعمل كذا لا الولاد يوحوا رايحين يلعبوا مع بعض الملاد تروح رايحة تلعب مع بعض فهي دي سبحان الله هذي هي الفطرة ومن الفطرة برضو لا ن recurs ان من الفطرة ان من سن عشر سين او الليondere احداشر سنة سن بداية الانجزاب العاطفي والجنسي ان المفروض يحصل ايه في هذي المرحلة الشهوة بتبقى عالية جدا عند الولاد والعاطفة بتعلو جدا عند البلات لا يعني للولاد ما عندهمش عاطفة والبالات ما عندها الشهوة بس الغالب على الولاد هي الشهوة والغالب على البلات هو العاطفة ماشي بيحصل ايه بقى عندنا في المنظومة التعليمية الحديثة ان عند سن 10 و 11 سنة لا كمل في المنظومة التعليمية الحديثة الشرقية الشرقية وكرر الشرقية اللي هي وقعت في كارسة اسمها ان اللي احنا عارفين انه بقى اسلام ولا عارفين انه بقى غرب ان ما فيش حاجة اسمها علاقات عاطفية ولا جماعة خالص في المراحل السينية دي فتحصل كواري السينية احنا بتشوفها الفصل الاجتماعي اللي ممكن يعمل كوارث اللي منادق قاعدين مع بعض والشهوات والو فصلتوهم فيبدأ يحصل الشهوات يحصل كارسة والمائة يحصل كارسة من ناحية التانية في المسائل العاطفية في الغرب عامل ايه ان هو بيمد خط على استقامة فيبدأ من اعدادي وسنوي تبدأ تحصل على علاقات فهمنا اللي حصل هنا الغرب حل المسألة دي بنشر الزنا نشر الزنا في اي مدام 11 سنة مع 11 سنة عندهم مشكلة ايه سن 16 سنة مع واحد كبير انما سن صغيرين مع بعض ده موجود ومنتشر واحنا فيه دراسات حطيتها في وقت رسولين في النسخة قديمة كنت جايب دراسات عن هذا الامر فيه بعض الدول وصل 50% من الولاد والبنات بسن 15 سنة تقريبا ايش بتذكر طبعا كام ده من حوالي اكتر من 10 سنين دراسات دي كنت استشهدت بيها بس كان فيه بعض الدول حوالي 50% بنات قبل سن 15 سنة حصل لها جماعة مع ولد واثنين علاقة مع اثنين فاحنا بنتكلم ان احنا لا طولنا المجتمعات دي ويا رب ما نبقى كده امدا ولا نشر الزينة من هذا الشكل وفي نفس الوقت قفلنا في مسألة يعني من الجنون دلوقت حد يتكلم ان واد ولا بنت يتجاوز عنده 15 سنة طب احنا لو قلنا بقى ايه كان فيه لغاية من قرن ونص كان فيه لغاية من 10 و11 سنة بيتجاوزوا يعني مين ما يروع عن سيدنا عبدالله بن عمر لو متذكر صح ما بينه وبين سيدنا عمر بن الخطاب كان ولا سيدنا عمر بن عاص والله مش متذكر بالزبط كان مين هو وابنه كان فرق 11 سنة فرق 12 سنة بينه وبين ابنه محمد علي في مصر الحاكم مصر كان فرق بينه وبين ابراهيم باشا الفرق برضو كان كده بيدور في حدود 11 سنة 12 سنة لو متذكر الأرقام صح فحبنتكلم لو أنا قلت دلوقتي سن شبه يتجاوز عنده 18 سنة أو 15 سنة حيقول لي بس يا مجنود بس يا إلعبت إبراهيم إبراهيم ليس من صلبه يا رجل لا خد بقى كل الاتهامات اللي زي كده لو لم يوجد فيها يعني برضو بقى ما كحن بتكلم عن ناس مسلمين على الأقل لو إحنا حكمنا على إبراهيم يعني لازم لها أدلة لازم لها أدلة لأن الأمر ده مش سهل لكن هو حب محمد علي الإبراهيم لا ده حب لابن غير طبيعي يعني كان بيحبه جدا ده صعب جدا يتقلم الصلب لا رأيي والله أعلم المهم يعني لماذا نطلع فيه حاجات فرعية فالفكرة الفكرة أخونا هنا بيقول أبو جدي الله يرحمه واتجوز وعلى ستتاشر سنة 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 وام جدي الله يرحمه كانت ستتاشر سنة خلفه يجي ثمانتاشر واحد تقريبا بسم الله من شاء الله ربنا هذا كان معتد ما فيش تقريبا أي حد جدوده في نفس القصة ما كانوش من أهالي المدن قاهرة والإسكندرية في القرن المطلع قرن العشرين هل الأرياف والصعيد كان هو ده الطبيعي أنا معاك أحمد محدود يقول الشاب المسلم أبو 18 سنة الوقتي من زال 150 سنة أنا معاك فعلا أنا ساعات بعض أشوف إبني ده إبني مش زي أصلا لو عنده 15-16 سنة مش زي وأنا في سنه وأنا في سنه ده كنت مسألة اللي أنا عايز مش عارف هي أخلص كلها بسرعة عشان أخطب لا المسألة بس طب لو أنت جدت شاب عنده فعلا 17 سنة ولقيت والله والله رأيت من عنده 14 سنة 14 سنة و 12 سنة أخين يعني أنا مش عارف مش قدر أحكي لكم الماكروف الماكروف نفسه كان عامل إزاي وحياتهم كانت عامل إزاي لكنهم من العلم والدين والتضحية كانوا بيكلوا الرجال يشعروا بالإحران والله العظيم شفنا منهم من الرجولة وال والتضحية وأفعال يعني ما أقول لكم مش حادر أحكي لكم إيه هو إيه قصة بالزبط لكن رأينا منهم أفعال من الإسلام وحب الدين ما يجعلهم أنهم يقفوا ولو ضد أهليهم وينفصلوا عن أهليهم عشان دين الله وعشان الإسلام فدول بقى قولي ده أعمله زي زي الناس اللي ولاد والحاجات اللي كلها لا 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 وتلاقي حاجات غريبة جدا تلاقي حاجات غريبة جدا أن الولاد لما بيجوا يحكوا أهليهم مش ملتزمين أصلا أهليهم مش ملتزمين بل حاربوا والتزامهم طب الولد ده الولد وأخوه هم الذين تعرفوا على الإسلام وقاعدوا يقرؤوا عنه حالات نادرة أنا مش هقول لك إنها حالات كثيرة حالات نادرة يا سيد لكن ها موجودة موجودة وفي بنات رأيت بنات في سن 8 9 سنين و10 سنين بنات سواء من القلوسة الكاملة ومن التديم من الأخلاق والحاجات كلها ومنها العاطفة إنها تحب وعايزة وخاجلة والحاجات رأينا عجيب في هذا البن و11 سنة و12 سنة والله رأيت حتى سمع سنوات بنات لكن العاطفة وحب إنها عايزة تحب البنت سنة سنين كيام فارج وحياتها تبدأ تتمحور حوالين فكرة إنها عايزة تحب عايزة تبقى مرتبطة طب ده عشان عبي لا تلاقي إن دين فضل تمشي معها غيرت لما تزوجت ويعندها 24 حاسة لها تلاقات في إنها لم تتزوج وتأخر الزواج لكن تلاقي الأمر ده اللي عندها أختي شجعي ابنك أنا مشجع أولادي دايما خاصة في زمن قذر زي اللي إحنا فيه إحنا محتاجين لأولادنا يبقوا دايما نتأكد بصورة دائمة إن أولادنا مع الفطرة وإنهم بحبوا البنات ونزرع فيهم دايما نحب البنات وإن أنت أيوة إسعى أنك تتزوج والحاجات دي كلها ما نعملوش الأجيال الأجيال اللي قابلينا أجيال كانت ممكن تخيط في الحاجات دي كلها لأن كان الأصل عدم التشار اللوطية ولا التخنص ولا الحاجات دي كلها إحنا في عصر آخر لما والدي والدتي يعقبوني عشان ولا يكلموني يعني تتكلم عن البنات أو نفسك تتجاوز وإنه كان يقولوه وده كان فارج وإحنا ده كانوا بيقولوه إحنا في التمينات اللووطية لا كانت حد يعرفها ولا كنا يعرف أصلا والله لا تتصور أصلا لغاية لما دخلت كلها مش متصور لغاية لما خلصت كلها والله ما متصورها أصلا دي ازاي بتحصل دي يعني الفعل ده ازاي بيحصل اي يعني اي مش فاهم اي القرار ده ازاي الفعل ده بيحصل لا احنا بنتكلم دلوقتي اللووطية كلهم والبناد الامحية مفتوحة قدام الليه النهار مجانا والبناد عميش لا الدنيا مختلفة الدنيا مختلفة رب ولادكم وبنادكم على الفطرة وعلى ان الولد هو لو بنت انت لو بنت عشان تكبر يتبقى عروس تتجوز وولد ورب بنتك على كده ورب بنادكم على كده ولو ولاد رب بنادكم واكدوا دايما فكرة ان الولاد بيحبوا البناد وان فيها الامر مختلف لكن الفصل ما باد الجنسين في السنوات الاولى ها شايفين هو الفطرة ومسألة ترمية الولاد احنا قلنا افكار كتيرة جدا النهاردة ومسألة ان الولاد يرب بعض شجعوا الامر ده ما تمنعهوش ان انا عايز ابنك او ابنك من هو صغير خليه لعب مع الولاد ما ترعوش تتخارق وتعمل مية نصيبة عشان ابنك تتعور هنا ولا تعور ولا بتاع ده خلي ابنك يلعب لعب الولاد وخلي ابنك يلعب لعب الولاد والبنت خلي البنت تلعب مع البنات وشجعها والده البيان بيحدث تسامح فيها في هذا الامر اه طبعا اخونا مصطفى جاب حاجة ميزة غير ملحوظة للنشأة في بيت عيلة اه نشأة طفولتي كانت في بيت عيلة اه يلعب مع ولاد عمه والبنات تلعب مع البنات اللي فعلتها هدي من العيوب من المزايا هل بيت العيلة العيوب اللي انا ارى انه عيوب كتير جدا عيوب كتير جدا في مسألة بيت عيلة لانه برضو بتختلف هل بيت العيلة بيت مفتوحة لبعضه ولا بيت عيلة بمعنى مجموعة من الشقق جاية فوق بعضيها الحاجات دي بتيجي في مسألة الحسد احيانا لما فيت فاوتات كبيرة في المستوى الاجتماعي بتتسبب في حسد خلافات النساء المعروفة جدا اي حد عارف بيوت العيلة ولو شقة منفصلة مسألة خلافات النساء بينها وبين بعض بتصل بتكون شكلها عاملة ازاي بتعمل مشاكل كتير لكن لو قدرت في مش بها كان دائق حاجات حتمية بالنسبة الحمد لله اذا شاتف بيت عيلة كلهم بيحبوا بعض النساء متفاهمات الحاجات المعروفة العادية دي رمت كلمة عادية ويقعدوا بعض الكائز صالح والحاجات الان الستات اللي ما بين الاخت اختهمة لا تخلوا منها نفس الامر يعني كلهم بيت كبير وكل الستات ويحدث بينهم احيانا حاجات لكن بتتلم كلها والامور مش فبيت العيلة مش لازم يصور دائما بشيطان يا جماعة احيانا يكون كويس جدا لالأولاد وبيئة كويسة جدا لالأولاد والبنات تقدر يتعوضوها ايه بقى انا ارى ان بيت العيلة ده يقدر يتعوض لو بكده بدي بقى فيها زيارات بصورة دولية على الأقل مرتين اسبوعيا بيت الالتقاء كلنا يا جماعة نروح عند الجد كلنا يلا كل يروح فيروحوا تخليهم على الأقل مرة مرتين في الاسبوع يلتقوا دي تقدر تكتبع تاخد ميزات بيت العيلة في ترمية الالأولاد وتتعد عن شرور بيت العيلة في مسألة المهات على أولادها والحاجات دي كلها بيكليهم شوفنا حاجات كده كتير يعني في حالات كتيرة ما هي حتى نيكولوسي اللي هو بتاع العلاج اللوطية ده لما كان يعني أرجع حتة اللوطية دي قال أغلب الحالات اللي جات لي كانت بتحكي نفس القص أب متعامل وحش كان متعامل مع الطفل وحش وصغير يتسرح وبيلمع وبيبرق وممنوع تنزل معلولات تلعب معهم دي كلوسي قال لك القصة دي شبه سابتة في الحياة اللي جات اللي هي أم بتعمل كده والأب بتعامل بتاعه مش كويس بس الأم عزلة الولد عن الصبيون مشاكة عدم تواجد الفرد الزكر في مكتعم الأولاد مثله هل يمكن حل التأثير السلب بعد عمر الملوك يعني الله أعلم كل حاجة ممكن تتحل بس يعني من مشاهداتي أنا الشخصية بيبقى صعبة مش سهل يعني بيبقى فيه أثر بيوضع عليه لازم تحاول يعني خلي عندي حالة شبه كده فعلا هي كل واحدة يعني بيت عيلة لكن في بيت العيلة ده الزكور مسافرين والولد متربي واستبادات وبنات كتير وأمهات وأمه وعمته وخالته فأمه ربي في ستات ستات وبنات الوقت فعلا كان يبقى فيه حاجة كده الحل الحل فيه حلول كتير ودي الحضانة حضانة منفصلة مش تودي حضانة مختلطة تودي حضانة منفصلة على قد ما تقدر الأول تنزلوا التنزلوا النادي لو فيه حاجة في كمود أو مكان مقفول شوارع مفتوحة أو شوارع مفتوحة بس ملطقة أمينة الوقت ينزل يلعب مع الوقت في الشارع في المرحلة معينة وحاول لتدخل برضو عشان الوقت ما يتقلمش ملطقة وصائع برضو حاول لتدخل بس أسيب له مرحلة كده في مسألة الوقت يبقى بصورة يومية أو كل يومين أو تاتة على الأقل ينزل يلعب الشارع طبعا الشارع في منطقة لا تسمح بهذا الأمر خذ خذ ابنك أو ابنك كل أسبوع في مكان أو ابنك لأن الستات هي اللي بتعاني بهذا الأمر أكتر يعني الراجل بيقدر يرب ابنه زي ما هو معايز بصورة أكبر خذ خذ ابنك روح به عند عيل جزء من عيلتك اللي هو فيه عنده سبيان خليه يلعب بصورة أسبوعية خذ نادي الام اللي لازم الولد ده يبقى يلعب مع سبيان في الأقرام بتاع عشان هم دول بيربوا حاجات اللي الأم مش هتعرف تربيها من الآخر هي بقى صعب جدا انها هتعرف تربيها لا هنا برضو دي حاجة هل لعب انه يلعب لعب عنيفة زي الملاكمة أنا لا أرى زيلك يا مصطفى يوما مع الولاد صحابه بالكلام طريقة الكلام مش مسألت انه يلعب معهم ايه هو اللعب ده جزء من الحاجات انه طريقة الكلام الوقت يلاقي ايه اه اه انا اه انا توقعت انه بصراحة انه قصد كده انه هو اخونا هنا مصطفى بيقول اقصد الأقران اللي حيتعرف عليهم في اللعبة دي هي يعني انتجبتها ان شاء الله في حلقة اخرى جزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته